يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشر النهاردة صحافة العالم كلها كل الصحافة الانجليزية تتحدث عن روعة محمد صلاح في المباراة الرائعة اللي عملها أمس أمام منشنستر يونيتد هدفين وصناعة هدف هدف الدولة الانجليزية وأفضل الصانع أهداف الدولة الانجليزية كل حاجة بيعملها محمد صلاح رائعة كل حاجة بيعملها محمد صلاح مدهشة أنا فرحان وسعيد وحضراتكم أكيد فرحانين والسعدة جدا إن محمد صلاح رجع تاني نور رجع تاني يسجل رجع تاني يصنع رجع تاني محمد صلاح أهم لاعب الدولة الانجليزية أهم وأبرز اللاعبين في العالم واحد من اللاعبين الكبار اللي نفخر بيهم ونتشرب بيهم على مر تاريخ منتخب مصر وعلى مر تاريخ الكرة المصرية أداء مبارح كان حلو شفته هو بيحتفل بالهدف اللي جابه هدفه التاني في هذه المواجهة وهو يعني بيطلع طاقة منفعل كان مضغوط كان تعبان كان زعلان كان متأثر باللي حصل بخروج مصر من كأس العالم وعدم السعود لكأس العالم وهو ده اللي حصل محمد صلاح برجع تاني حاجة اللي بترفع رأسنا حاجة اللي بنفتخر بيها قدام كل العالم مليون مبروك لمحمد صلاح الأداء مبارح منافسة قوية جدا منافسة قوية جدا تشتد وتشتعل بين ليفرم بول ومنشستر سيتي على لقب الدوري الانجليزي الممتاز المنافسة مستمرة المنافسة مستمرة مفيش حسم للليفر مفيش حسم لمنشستر سيتي هي أصعب بطولة لليفر بول السنة دي كسب كأس الرابطة عنده نهاية كأس الاتحال انجليزي أمام تشيلسي عنده سيمي فاينال دوري أبطال أوروبا وإن شاء الله يصعد لنهاية دوري أبطال أوروبا عنده مواجهة مع فيا ريال ممكن على الورق يبقى فيا ريال أسهل الخصوم ولكن فيا ريال دا اللي طلع بايرني ميونيخ ويوبانتوس فبرضه المواجهة على أرض الملعب مش شرط تكون سهلة زي ما هي سهلة على الورق كل التوفيق لمحمد صلاح عايزينه دايما وشه منور رجله بتبدع كل حاجة فيه مبسوط وسعيد عشان احنا فخرين وسعاداء به ودايما فرحانين وشايفينه لعب رائع ولاعب كبير ولاعب عظيم النهاردة كلام كتير عن مواجهة الأهل والرجاء في إياب دور السمانية من دوري أبطال أفريقيا وأيضا كلام كثير وحديث كبير عن أرعي تصفيات كأس الأمم الأفريقية اللي أجريت أمس وكلام عن مواجهة الزمالك والاتحاد أمس أيضا مع الصديق العزيز أمير عبدالحليم محللنا الفني هنتكلم معايا عن تفاصيل كثيرة خليكم معنا بعد هذا الفاصل نواصل إن شاء الله يهلا بحضواتكم مرة أخرى شرفني ومنقرني في هذه الفكرة صديق عزيز مميز دون بتشرف دايما بتواجده معايا أمير عبدالحليم يا أمير مشرف ومتنور الشرف ليه يا كيمو كل سنوات طيب وكل مشاهدي برنامج رقم 10 طيبين وبخير دايما يا عبدالحليم يا حبيبي وأنت طيب وبخير طيب سؤالي الأول لك مبارح مبسطنا بالقرعة قرعة تصفيات كاس الأمم الأفريقية حسنا المنتخبات يعني في المتناول الحاجات دي أنا فاهم إن هو إيه ما بقاش يعني مش هي الحاجة المعقدة إن إحنا نصعد لكاس الأمم الأفريقية بس معلش ما إحنا دايما الجملة الشهيرة إنه ما فيش بقى منتخب صغير دلوقتي ومنتخبات كلها قواية وبالتالي نقلق ولا ما نقلقش ومعاك تلت منتخبات شاركوا في النسخة الأخيرة من كاس الأمم يعني المجموعة كلها كانت موجودة في الكاميرون 2021 فطبعا يعني حنيجي نقول إن آه منتخب مصر كبير ومنتخب مصر بطل البطولة وصحاب الرقام القياسي والتاريخ كل دا كلام كواس جدا بس في الواقع إن كل منتخبات دي هتبعيزة تشارك تاني لأنها شاركة قبل كده مظبوط يعني اللي شارك هيبقى عايز يحافظ على تواجده ومشاركته مش بعيدة يعني مش حاجة مثلا أنه إنت بيفكروا بيها الجيل الجديد ويقولوا المجامعة دا إحنا شاركنا من 30 و40 سنة زي ما كنا متعودين المجموعات اللي إحنا بنشارك فيها كانت بتبقى بالشكل دا لكن لا ده ناس اللعيبة دي هي نفسها شاركت في البطولة الأخيرة صح وفي منهم كمان حق نتائج كويسة جدا يعني ملاوي على سبيل المثال هي ما تأهلتش لكن في النهاية عملت بطولة كويسة يعني في مرحلة المجموعات اتعدلت مع السنغال خسرت من غينيا نفسها غينيا كتت موجودة مع السنغال ومع ملاوي في المجموع وغينيا كسبت واحد سفر بس بصعوبة يعني هتلاقي مستويات مش بعيدة ما بينهم هتلاقي مستويات متقربة ما فيش ماتش تقول عليه من دلوقتي كده على الورق دا مضمون بالضبط لأ أنت بتتكلم أنه هيتأهل المتصدر والوصيف ففكرة يعني أن الوصيف يتأهل ليه خصوصا أن الثلاث فرق مستوياتهم متقربة هتخلي المنافسة ما بينهم على نار وعلى أشدها فأنت هنا المفترض يعني الكلام المنطقي نحن بنقول أن منتخب مصر يجيب تسع نقط على أرضه لأن المباراة برا أرضك مش هتبقى سهلة وأكبر مثال على كده أسيوبيا أحنا دايما بنعيني مع أسيوبيا في اللعب هناك بسبب نقص الأكسوجين دايما الفرق المصري بالضبط دايما منتخب مصر والفرق المصري اللي بتروح تلعب هناك يرجع يقولوا ده إحنا ما كناش عارفين نتنفس فده مطش هيبقى صعب عليك فطبعا المطشيات اللي زي دي أنت عايز بقى تريح نفسك وتريح دماغك بدري بدري وكمان كان لك عبرة في التصفيات الأخيرة أن أنت تعادلت مع جزر الكمر وتعادلت مع كينيا على ملعبك فتأخر تأهلك فتأخر تصنيفك دي كلها حاجات بقى عايزين نخلص منها فعلى الورق الجمهور المصري وأنه يقدم نفسه كراجل هو القادر على تولي قيادة منتخب مصر لأن المجموعة ما معاكش منتخب كبير ما معاكش منتخب صعب ما معاكش منتخب نقدر نقول أنه حيرخم عليك وحينفسك ند بند لكن في نفس الوقت طبعا زي ما قلتك كده أنت لازم تريح نفسك من بدري وتبع على أقل ضامن بمناسبة الكابتن إهاب جلال إيه رأيك في الرابط اللي بيحصل بين الناس أو بعض الناس دعتي يقول لك كيف تعني بجلال في اختبار يوم الحد الجاي مع بيراميز قدام بازمبي لو صعد فخلاص يبقى اختيار جايد لو ما صعدش يبقى الاختيار مش جايد لمنتخب مصر كيف في الكلام ده؟ لا طبعا هو الكلام ده مش منطقة لأنه خلاص هو الراجل تم اختياره والراجل تم تقديمه فخلاص الموضوع منتهي هو الراجل هو مدرب منتخب مصر فكرة أن اتحاد الكرة بالتشاور معاه أو بالاتفاق معاه هو و بيراميز اتفق أنه هو يقود بيراميز ضد مازمبي دي مالهاش علاق وأنا نفسي شايف أن دي كانت خطوة غلط لأن ضرت كابتن إيهاب جلال وضرت بيراميز لأن بيراميز في النهاية اتعادل مع مازمبي تشت خطوة أنه يبقى مع بيراميز بعد إعلان تعليم الرسمية هو كان لازم يبقى فيه أنا بصراحة حسيت أن أمم تكلموش في التليفون يعني أنا أكيد تكلموا بس أنا أقصد أقول أن الوضع وفكرة الإعلان سريعاً قوي لأن أنت تبقى بتحاول تفاوت كيروش مثلاً يوم السبت وبعد كده تروح تعلن كابتن إيهاب جلال يوم الثلاث حسيت أن لا يا جماعة كنا محتاجين نقعد مع الراجل ونقول له خطتك إيه وإيه الأسماء اللي أنت عايزة تكمل وتمشي وإيه الأسماء اللي أنت عايزة تضمها جديدة وبعد سنتين ثلاثة هتبقى بتفكر إزاي وحتعمل إيه وحتعمل إيه في طريقة لعبك اللي محتاجها تحفيز ومحتاجها استمرارية أنت كابتن إيهاب جلال أول مرة يضرب منتخب فالنهاردة لما أنت تعلن أن كابتن إيهاب جلال حيبقى مدرب المنتخب يوم الثلاث وهو عنده مطش مهم جداً ضد مازمبي يوم الحد أعتقد أنها كانت ظلمة لكابتن إيهاب جلال وظلمة البرامدز لأن لو تفتكر يا كريم إحنا هنا في نفس المكان ده كنا منتكلم عن أن بيرامدز السنة دي بشكل كويس جداً قبل مباراتي الأهلي والزمالك اللي أخسرهم ماشي بشكل كويس جداً وفي أفراكة تحديدة وعنده سعي أنه يفوز بالكونفدرالية ويمكن البرامدز بتاعنا هنا انفرض بأن بيرامدز سيقدم عرض لإستضافة نهاية الكونفدرالية وده اللي حصل بعدها فبرامدز سعي أنه يكسب سنة دي الكونفدرالية ويماشي بشكل كويس سواء كان ماشي وقتها في مرحلة المجموعات وقتها ما كنا منتكلم وبعد كده حتى كمان يعني باستثناء مباراتي الأهلي والزمالك حتى كمان يعني أنا مقدرش أقول أن بيرامدز كان سيئ جداً فيهم أو أن بيرامدز ما كانش ند بند بس في النهاية الفريق ماشي بشكل كويس عنده أهداف فهدفه كان هو التتويج بالكونفدرالية أنا شايف أن ده كان ظالم لكابتن إهاب جلال الإعلان سريعاً من غير ما أنت ما تقعد معاه وتتفق معاه وأكبر دليل على كده أنه حتى كمان في المؤتمر الصحفي بتاع بيرامدز بيتسئل برضو عن منتخب مصر فبيطلع منه تصريح أنا بشوف أنه تصريح يعبر عن أنه هو تحت ضغط كبير جداً لأن ولا دي شخصية كابتن إهاب جلال وولا دي التصريحات اللي احنا متعودين عليها الشخص الهادئ الذي لا يدخل في معارك جانبية تماماً ودي واحدة من أكبر مميزات الكابتن إهاب جلال بالمناسبة أنه هو شخص ما بيخش المعارك ده وما بيسمعش وما بيشوفش وما بيركس مع أي حد فحتى لما يتقلل النجد والهجوم هيأثر عليه قلت لا مش هيأثر عليه عشان هو مش من الناس اللي بتنشغل كتير بالكلام ده فالتصريح ده أنا بصراحة وأنا بتفرج عليه قلت الراجل ده تحت ضغط مفهومة جداً الراجل ده غير من طريقته في الردود غير من شخصيته ويبقى ده معناها أنه ما كانش مركز مع بيرامدز قبل الماتش كان قاعد بيتفرج الناس بتقول عليه إيه في التلفزيون السوشال ميديا بتقول عليه إيه رأي الجمهور بتقول عليه إيه فكانت النتيجة أن بيرامدز اتعادل مع مازمبي رغم أن مازمبي السنة دي من أسوأ النسخ والمصري فاز عليه في مصر 2-0 في مرحلة المجموعات لكن على ملعبه أنت ما تضمنش أي حاجة على ملعبه أنت ما تضمنش أي حاجة خلص طيب واحدة من الحاجات المهمة جداً بالمراسة بالمازمبي في رائع يا أمير أنه لو أنت فرجت على المباراة كمان بيرامدز ضيع كمية فرص سهلة وكان فيه سوق توفيق مش طبيعي آه صح مازمبي زي ما أنت قلت مش أفضل النسخة لي بس بيرامدز كان واجه وسوق توفيق مش طبيعي وكافتين القلب جلل تقريباً واللعبين كمان طيب تعالني بقيت شوية عن قصة منتخم مصر ومواجهة بعد غد مواجهة كبيرة جداً لنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي كان فيه بعض الأخطاء في المباراة الزهاب وكان فيه أداء رائع جداً أداء رائع جداً من نادي الأهلي قدام الرجاء ورغم كده كان فيه أخطاء أخطاء بنقول عنها عشان الأهلي كان ممكن يكسب بسكور كان ممكن يكسب بنتيج بيلة تريح وتخلينا المباراة اللي جاية بتاعت يوم الجمعة مباراة مريحة مش ألعين منها وخلاص والأمور هتبقى سعى للنادي الأهلي بس الأهلي خلص المباراة نين واحد ناقص عدد يضرب الجزاء الضيعة كان ممكن يحسم الشوت الأول بنتيجة أكبر الأهلي يتعامل إزاي مع مباراة العودة ويصحح أخطاء مباراة الزهاب طيب بس أنا بشوف أن الأهلي لعب مطش كواس جداً ضد الرجاء في مباراة الزهاب ويمكن أفضل مباراة للأهلي من فترة طويلة وعدد فرص كبير جداً بالضبط وهو ده الحكم يعني أنا النهاردة لما يجي أقول أن المدرب ده أو الفريق ده عنده قدرة على أنه هو يكسب المباراة يبقى حبص على عدد الفرص اللي بيصنعها شح منشستر سيتي مثلاً يعني في إنجلترا بيصنع كم فرص مهول جداً بس لأنه هم بيفتقدوا المهاجم يعني علشان كده هم دلوقتي تقريب تربطهم بهالند هم ما عندهمش مهاجم حاولوا يجيبوا كريسيان رودالندو وحاولوا يجيبوا هاري كين ما توفقوش فبدأوا الموسم من غير مهاجم بالاعتماد على خصص وخصص يعني بعض رحيل أجوير ومش المهاجم اللي يملى المكان ده فبيصنعوا كم فرص كبيرة جداً ورغم كده فيه مطشاط بيخرجوا منها متعدلين خسرانين رغم كم الفرص اللي بيصنعوها فأنت بتوعت أحياناً تتخيل لو الفرقة دي كان فيها رونالدو أو فيها هاري كين كان الوضع يختلف في الأهلي وأنا بشوف أن الأهلي حالياً مفتقد واحد زي باجي مفتقد واحد زي ويلتر بواليا عشان كده أنا شايف أن الأهلي مع العدد الأهداف الكبير جداً اللي سجلوا باجي مع أميان في دور الدرجة تانية الفرنسي السنادي وأن أميان نفسه بيفكر أنه يتعقد معاه لازم الأهلي يفكر هو كمان في أنه يرجعه قبل ما يفكر في أنه هو أين شايف الأهلي يفكر يرجع أليو باجي طبعاً أنا شايف أن الأهلي مفتقد مهاجم محمد شريف هو في النهاية أحياناً بحس أنه هو برضو مش مهاجم السندوق اللي تقدر أن أنت تعتمد عليه مثلاً في الكرات العرضية لما تبقى مثلاً بغير استراتيجيته زي ما حصل في مبارك الرجوع لما غير استراتيجيته موسيماني وبدأ يلعب كرات العرضية هو طلع أصلاً محمد شريف بس حتى في وجود محمد شريف مكنش يحصل حاجة ومن الواضح أن الراجل كمان دخل خلاص في خلاف مع حسام حسن في الموضوع بالنسبة لهم بقى عند بصراحة يعني أنا حاسس أن حسام حسن هتبقى فرص قليلة لو فكرة كمان سؤاله كل مرة في المؤتمر الصحفي بحس أن ده بيبعد حسام حسن مش بيقرب وده اللي بعد كهرباء لو تفتك بالزبط بالزبط هتبدأ تسعني على الكهرباء هتتسعني على كهرباء طب خلاص مش بيقى كهرباء أو كهرباء يروح تركاء بالزبط فحسام حسن ممكن يكون هو مش مقنع في التدريبات أسخد بالك برضو إحنا بنحكم على المطشاط طبعا لكن هم نشوفش التدريبات ممكن يكون هو الراجل مش بيعنيت معاه ولا حاجة هو شايف أنه في التدريبات محتاج يبزو الجهدة أكتر محتاج أنه يبقى أفضل لكن لما خرج محمد شريف وانتقل بيرسي تاو للحتة دي وبرسي تاو على فكرة كان بيلعب مطش أنا بشوف أنه أحسن مطش لعبه من مطش الإسماعيلي اللي في بداية الدول بس اتظلم اتظلم إزاي بقى أنه اتنقل رقم 9 صريح فبقى تقييمه على إن هو رقم 9 صريح فطبعا الراجل الفنيشينج بتاعه مش أحسن حاجة ففي النهاية تقييمه كان ظالم لكن لو كان استمر في مركزه ولو كان عمر السلية سجل رقلة الجزاء التانية كان الوضع يختلف صح فعشان كده أنا بشوف أن أحيانا بيبقى فيه ظلم وغير عدل في تقييم أدايا الأهلي في المباراة أو تقييمه السماني في المباراة لأن الأهلي صنع فرص كتيرة جدا واجهه سوق توفيق زي ما قلت يمكن فكرة أن الأهلي محتاج أن هو يتعاقد مع مهاجم رقم 9 يكون صريح مهاجم يكون بيقدي الأدوار اللي مش بيقديها محمد شريف لأن محمد شريف يعني شبه كده الثلاثي بتاع ليفربول اللي هو بيقدر ينهو يتحرك على الوينج ويقدر يغير مركزه ويروح يسحب نفسه البرة ويدخل مكانه بيرسيتاو أو يدخل مكانه أفشا يعني بيلعب أدوار مش بيلعبها رقم 9 اللي انت تعتمد عليه أنه يبقى مهاجم صندوق ودي مميزات مهاجم ودي مميزات مهاجم المهاجم التاني ده لازم يكون موجود عندك طبعا لازم عندك المهاجم ده ودوره مهم جدا محمد شريف في مبارات كثيرة وفي أشواط كثيرة أو في تفاصيل كثيرة في المبارات لازم عندك مهاجم ليفربول عنده أوريدي صح وأوريدي ولاه ساديو ماني ولاه فرمينو ولاه جوتا بس وجوده مهم وحسب ماتشاط لأن وجوده مهم أحيانا فيه ماتشاط بتبقى محتاجة تتعزمت بقى بالضبط تتعزمت وانت عايز تلاقي الإسرارات الجي بتاعه والأهلي كمان بيغير طريقة لعبه كتير يعني موسيماني بصراحة يعني هو راجل عنده أورثينكينج خلاص هو الراجل من أول يوم ليه في مصر وواضح أنه هو بيدرس بيفكر كتير بيذاكر كتير فممكن الماتش ده يبتديه 3-4-3 الماتش اللي بعده 4-3-3 وبرضه عنده سوق حظ شوية أن بعد ما مشيت معاه وجابت قماش في 3-4-3 اتصاب له بدر بنون واتصاب له أكرم توفي وأيمن أشرف وعلي معلول فاضطر أنه هو يرجع يلعب باربع في خط الدفاع فبرضه الراجل يعني بيحاول أنه هو يوصل لأفضل توليف عنده في الفريق وأحيانا فيه لعيبة برضه مع ضغط المباريات ومع مشاركتها مع منتخب مصر مستوها بيتراجع فيه أمور نفسية بتأثر على اللاعبين يعني الراجل بيحاول أنه هو يتعامل فلازم يبقى عنده كل الأدوات اللي تساعده على فكرة أنه أنا النهارده بلعب 4-4-2 وبلعب 4-3-3 وأحيانا بلعب 3-4-3 وبرضه هو ضد الرجاء بدأ الماتش بـ 4-4-2 وكانت نكحة جدا جدا يعني الأهلي عمل شوط مثالي شوط أول مثالي ضد الرجاء الشوط ده إخلص 4-5 يعني أنا سنيتي شال كمية فرص رهيبة رهيبة من الأهلي فأنا شايف الأهلي لها مباراة كويسة شايف مبالغة في فكرة أن الناس خايفة من مباراة العودة يا جماعة ماشي ماشي صعب لأنه في دور الأبطال بس الأهلي راح كسبان 2-1 يعني الأهلي عنده أفضلية فليه بنأفور في فكرة أن ده الجمهور طب يا جماعة ما هم دول العيبة إنه دي الأهلي اللي هو بطل آخر نسختين في دور الأبطال اللاعب قدام جمهور كتير قبل كده اللعيبة دي دولية مع منتخب مصر ومع منتخب مالي ومع منتخب تونس فعيب قوي إنه إحنا نقول إنه هما حيقلقوا من جمهور الرجاء اللي إحنا كلنا شفنا إنه هو منافس مع كامل الإحترام ليه مش بقدر الوداد مش بقدر الترجي يعني منافس في المتناول فهو لو هو قوته كلها قوة جماهرية إنت بالمناسبة حيجي لك فرص فإنت بس كل إنت محتاجه إن إنت بدل مكانة الفرص دي بتضيعها في مصر تستغل لها يبقى فيه إيجابية أكتر يبقى فيه نجاعة أكتر يبقى فيه الفرص حتى قليلا أو كتيرها تقدر تسجل وتحسم المباراة بس أنا حقول لك على حاجة ببساطة الأهلي لما كان فاتح خطوطه في نهاية المطش هنا في القائرة علشان بيحاول يسجل التالت إلا حصل هم جالهم انفراد الرجاء جاله انفراد وكان ممكن يسجل التعادل مظبوط إنت رايح المغرب هم اللي حينزلوا بقى عليك ضغطين هم اللي عايزين يسجلوا الجول علشان ساعتها تبقى الكافة متساوية ويبقى هو بالنسبة لهم ده الجول اللي يأهلهم برضو إنت حيجي لك نفس المساحات اللي جات لهم المهم بقى المطلوب إيه إن إنت لما تجي لك تستغل لها بس كتا عايز أخدك ليه الزمالك مبالح كسب بالاتحاد اتنين سفر هدفين لزيزو ومحمد عبدالغاني وتحسن الزمالك كثيرا كثيرا مع جزال فريلا بقول تحسن أقصد إنه بقى عنده ثبات في الملعب لسه الأداء طبعا محتاج كتير بس رجله بقت في الملعب سقيلة يعني فيه ثبات في المستوى فيه ثبات في الحركة فيه ثبات في الشكل التكتيكي والخيط مع فريلا بشكل كبير الزمالك استفاد من خروجه من دوري أبطال أفريق ودي بصراحة كانت نقطة مهمة جدا لأن الزمالك في الدوري مش بينافس الأهل بس الزمالك في الدوري بينافس الأهل وبرمج فكان مهم جدا إن فريلا يبقى عنده الوقت الكافي إنه هو يبتدي يشتغل مع فريق جديد وصيح يدرب الزمالك قبل كده لكن مش ده الفريق اللي كان بيدربه قبل كده فهو محتاج إنه هو يشتغل مع اللعيبة دي بينافس طريقة 4-3-3 المختلفة عن اللعيبة دي واللي ما اشتغلتهاش مع ولا باتشيكو ولا مع كارتيرون فطبعا محتاج وقت محتاج فرصة إنه هو يتعرف على اللعيبة ويحفظهم خصوصا إنه قائمة الزمالك منقوصة بسبب أزمة القيد وما كانش عنده فرص إنه هو يعوض المراكز النقصة في الزمالك فريلا في أول فترة ليه مع نادي الزمالك في الولاية الأولى كان وقتها حصلت حثة الدفاع الجوي وكان فيه فترة التوقف طويلة جدا فاشتغل اشتغل حوالي شهر تقريبا أو شهر ونص مع الزمالك ما كانش عنده بس غير ماتش في الكونفدرالية فاشتغل فترة كويسة جدا فلما رجع الدوري كان الزمالك كاسح مع جوزوالدو فريرة اللعيبة حفظت ولقينا نسخة تانية من حمد طلب على سبيل المثال ولقينا نسخة حلوة جدا من لعيبة نادي الزمالك إنما دلوقتي ما كانش عنده المساحة دي لكن الخروج من دوري أبطال أفريقيا حيديله ولو يعني شوية وقت إن بدل ما يبقى كل ماتش والتاني زي الأهل كده ما بينه ثلاثة أيام لأ أنا ما بين كل ماتش والتاني ممكن يبقى عندي أسبوع فخلال الأسبوع ده ده ممكن أشتغل أكتر والحقيقة يعني إحنا شايفين إن في أسماء ابتدت تلمع شوية إمام عشور حقيقة هايل جدا لحد دلوقتي زيزو ممتاز جدا لحد دلوقتي رغم كل الكلام عن إن هو الاستبعاده من مباراة قبل كده حيأثر عليه سلبا مباراة برامز حيأثر عليه سلبا وإن ممكن يدخل في خلاف أو أي مكان لأ بصراحة من بعد كده رجع كويس ولما أهضر راكلة جزاء الراجل إداله الثقة وقال زيزو حيفضل هو برضو اللي بيشوت راكلات الجزاء فدي كلها حاجات بتأكد إن الراجل بيشتغل بشكل كويس على الجانب النفسي برضو مع الجانب الفني مع اللاعبين وأنا بشوف إن دي حاجات كويسة جدا ومفيدة لنيدي الزمال صحيح أمير دايما بتشرفني ودايما بتنورني ودايما الحور معك بيخلص بسرعة أشكرك شكرا جزيلا شكرا يا كريم وأنا بستمتع دايما معك حبيبي أمير أشكرك شكرا جزيلا دي كانت ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا بشوفكم يا رب على ذلك